ناويل غشي مندمت كيف حكيت على الاعلام في الاعلام بليتو انك تعيش قصة حب و بيش تعارس على قريب رغم معرض ولدك في بابا رادي قلت عملت اكثر من مليون مشاهدة يموتوا على الحكاية تذي ناويل غشي مندمتك ناويل غشي مندمتك انا عملي ما ندم على حاجة قلت ايضا بانها ايضا ايضا بانها ايضا ايضا داخل ايضا قلتك انا ما قلتش عندي فضيحة بش نعملها ولا حاجة عيب بش نعملها لا دا ما تحكيش انتي حاجة امور خاصة ما نحكيش اي ما نحكيش ختر عندي غنية بوصة يا عروسة معناتها بنسبلي انا كانت فرصة بش نقدم الغنية هذيها و الحقيقة مع تزيدا فما حاجة تخيز امبورتانت كي تبدأ فما ساعات اعلامي يجبد يعرك فيش يجبد منك المعلومات ستدرجك هايدي زعايم مجرم في الحكاية تذي فرانش مو معا و نقول هيلو قوي برشا أنه يخليك تتكلم بكل راحة يعني ساعات اينا كينا بدأ نحكي مع هايدي بخفوها ننسلينا في التلفزة ولا ننسلينا في رجو نسرح معاهم بعد تذكر عرفتها نعمل نسرح بالحق و هذي كما هو هبقى من عم دربي مع تذيك وعليش قالوا نويل غشا مثل وجعل بوز حبيت تعمل بوز بالحكاية هذي حبيت تعمل انت عملت مراجعة و قلت انه هذة اللي تشافوا يتفرجوا علي حبيت تعمل بوز و أول بروبليم حبيت تعمل بوز يا لّح حبيت تعمل بوز نعم الآن نحنا في عسر بوز اي أولينا في عصر كي تمشي قد قد ولا تمشي بالطريقة القديمة ولا تمشي بالطريقة القديمة مكذبتش على العباد وما قلتش كل شيء خطرنا فما عندي أسراري زيدا ما عطيتش كل شيء أنا قلت أي فما عندي فما حاجة مزيل ما فما حاجة شيء أكيد لكن موجود حاجة نجم الضحي بحياتك على خطر ولدك وما تزوجك نجم الضحي بحيتك على خطر ولدك وما تزوجك